اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منوارنا مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مولانا أول ما جئنا دخلنا قلت لي بس أنا عايزة أوضح نقطة معينة متعلقة بالمواقيت والأدان وإنه في مجموعة من المتشددين المتطرفين بدأوا يروجوا لأقويل وأفكار متعلقة بالأدان أصلا الأدان فقهرة غير الأدان فأكتوبر غير أكتوبر إيه يا الشيخ زين؟ إيه لما بيقوله ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثمن أن يحدث بكل ما يسمع وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أنا العجب يملأني أن كتائب الإخوان والمتسلفة لا يراوعون حرمة لشهر رمضان في الإختلاقات والإشاعات والسياسة الأص واللزء وأشياء يندلها الجابين على كل حال فيما يتعلق بمواقية أزان على توقيت القاهرة صحيح تماما بالذات أزان الفجر لأنه هم عايزين يشككوا الناس في أزان الفجر طيب لما شككوا الناس في أزان الفجر كيف يبدأ المسلمون الصيام أول حاجة احنا عندنا معهد المساعة وعندنا خبراء في الأرصاد الجوية وفي علم الفلك لا يشك لهم غبار وهم موضع ثقة فأنا بطمن عموم المواطنين أن أزان الفجر بتوقيت القاهرة صحيح مئة في المئة هو الناس دي فضي يا مولد نعم وبالذبت عايزين بقى يزبطوا نفسهم على الساحة عشان يحللوا الفلوس اللي جاية لهم طيب يعني هو مش إحنا عندنا أمور وقضايا أهم بكتير لأ وعندك لازم يكون في أهل تخصص نمر اتنين حتى يدهمنا الوقت بالنسبة للمواقيت اللي هو يعتبر غرب العتبة الخضرة أو غرب الجيزة أو غرب الهرم أولا حضرتك هو المواقيت صحيحة بفضل الله عز وجل وهيئة أو معهد المساحة عامل لمستوى الجمهوري شمال ودلتا وجنوب وصعيد وحلايب وشلاتين وشرق الغاية السويس والبحر الأحمر وسينة المعمورة إلى حدود ليبيا غربا فاللي يتكلم هنا بيتكلم اللي هو يكون مععد المساحة يكون خبير كان فيه اجتهاد هل يطرى مدينة اكتوبر أو الشيخ زايد أنا أرى أن ده مجرد ثواني بسيطة من عمر الزمن يعني عبل حتى المؤزن من قول الله أكبر خلاص العملية قربت فلا داعي للتشكيل وأطمئن أيضا إخواتنا في أكتوبر والشيخ زايد بأن إفطارهم على توقيت مدينة القاهرة صحيح بنسبة 100% إحنا أصلحنا طول عمرنا عارفين الموقيت بتاعة الأدام والإفطار والصحور وما إلى ذلك كان من زمان حتى نقول يرفع الأدام بتوقيت القاهرة مرزا مرزا الكلام ده بقى حضرتك مثلا في الوحاة البحرية أنا أسكندرية قرأ السلوم السويس إنما بقول لساتك أنا كنت أريد أن برضو الناس احترم شعر رمضان هذه الكتائب وميعملو سياسة الفابركة والتزوير وفي مواقع عايزة تريند أقول لهم اتقوا الله لأن الله قال ولذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إنما يأتوا الاجتزاء وبتر وتلزئ صور وفابركة تصريحات ويطلع للناس الناس يعني ربنا يعين الجماعة من فضله والقول هنا الفصل طبعا مشيخة الأظهر الشريف هيتكبر العلماء المواقرة دار الإفتاء المصري المواقرة إحنا أسازة الفقه الإسلامي في جامعة الأظهر بينه قرر الأمرين باختصار آزان الفجر في توقيت القاهرة صحيح مائة في المائة إفتار إخواتنا في الشيخ زايد وأكتوبر على توقيت القاهرة إن شاء الله صحيح مائة في المائة طيب ده بيخليني أفكر مع مولانا بصوتها عالي إثارة اللغط والخوض في السفاهات أو السفاسة في الأمور هل ده صح؟ هل ده يفيدنا في شيء؟ لا هو حضرتك طبعا أنت عارف الروايب يضلقان قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعته حتى يتكلم الروايب ض في دين الله يعني هؤلاء الأشياخ ما يعرفوا حتى شرع الأظهر مش مؤسسة الأظهر ما جلسوا إلى عالم ما درسوا دراسات في الخي فهم يعني لهم تمويل معين فبيحلل أن هو يتواجد على الساحة يعني تلقى مثلا على النت كما أخبرني بعض الثقاء أنا الحالة أتابع النت كثيرا يعني فقيل ليه أن خمس أشياخ من المتسلفة والإخوان بيهجموا مسلسل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال ليه؟ هو مش ما احنا قلنا الأسبوع اللي فات الإمام الشافعي احنا مش بنعمل توسيق تاريخي احنا بنعمل ده عمل درامي فالمخرج له رؤيته كما قلنا والمؤلف وإيه الخطأ اللي جاء مثلا هل في معلومة دينية لقدر الله تخالف العقيدة؟ ما فيش إنما هو زي ما قلت لك يعني ربنا يهدي هؤلاء الناس ويكفهم عن إسارة الفتن والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها مسلسل الإمام الشافعي نثمنه وهو من سير الصالحين وعمل درامي سليم وبنشكر الشركة المنتجة لتذكرتنا وزي ما أنت قلت الأسبوع اللي فات يا رب نعيش ونلاقي مسلسل يتناول الفقير المصري اللي من الأليوبية سيدنا الإمام الليث ابن سعد لازم ذلك الأليوبية ولا كان بني سويف لا الأليوبية بالتحديد من قلق شنة والله أنا فكر أن قلق شنة يتسدق بقى بني سويف لا 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 قلق شنة محافظة القليوبية هو أول من سنة موائد الرحمن يبقى أنا غلطت جمعها في الحكاية اللي أم كنت أقول لك عليها أنه قلق شنة بني سويف لأ لأ هو من خليوبية نعم طيب هرجع بقى هنا على نقطة عشان حتك ذكرت مع الإمام الليث ابن سعد وذكرت الإمام الشافعي أنا من أغرب الحاجات اللي قارتها في شن هجوم على المسلسل هي هجوم تافه أنا من أنصار أنه الصغير التافه يتحدث في الأمور الصغيرة التافهية يا دي معروفة قال لك ده مطلعين الليث ابن سعد رجع أقصد مطلعين الإمام الشافعي رجل حسن المظهر ودأنه سودة وشاب شاب إيه أولا هو أظنه توفى عمر 54 إلى 56 سنة لم يعمر كثيرا وبالتالي الشكل اللي طلع به خلد النابوي في تجسيد شخصية الإمام الشافعي هو طبيعي يعني لون الشعر أو لون اللحية حسن المظهر ما تمثيل يا فنم عمل فني أنا أعلق إمتى لقدر الله لو وردت معلومة لكن أنا أقول لك صرحك سر انزعاك كتائب الإخوان والمتسلفة إيه أن الإمام الشافعي رمزي لتجديد الخطاب الديني أيها لتجديد الخطاب الديني لأنه وقف قدام المتشددين نعم من أطباع المذهب المالكي مش المالكية مدرسة الحجاز وخلاص لكن المتشددين تحديدا مدرسة الحجاز وخلاص الأمر الآخر طبعا هو عمل المذهب الجديد في مصر وكان قبل كده مذهب القديم في العراق الأمر الآخر كما قلنا الأسبوع الماضي أنه جمع ما بين النقل والعقل عمل توأمة لحسن فهم النص وده مستقى من قول الله تعالى في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم لذلك هو صحح فتوى للإمام أحمد بن حنبل ولزالت موجودة عند الوهابية إلى الآن إيه هي؟ لما زاب الإمام الشافيح إلى العراق سمع أن الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة مطلقا يعني سواء كان جحود أو كان كسل أو كان تخصير خدت بالك المهمة عند الإمام أحمد ومازال الحنابيلة يعتقدون لأن الحنابيلة الغلاء طبعا فيهم لكن الإمام أحمد كان رجل صالح وإمام كبير رضي الله عنه وأرضاه وليه أراء كتير حقيقة وفرق الأسرة ده هو أول من تكحدث عن الشروط في عقد الزواج قال وللمرأة أنت اشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وللمرأة أنت اشترط في صلب العقد على زوجها ألا يخرجها من بلدها البن سمع عندنا في الفقه المقارن الشروط المقتنى بالعقد المهم شوف الحوار الرائع عند الأكابر فالإمام الشافع يقول له يا أحمد ما تقول في تارك الصلاة فقال الإمام أحمد بناء على فهمه واجتهاد ورده الله عنه وأرضاه أقول أنه كافر فالإمام الشافع صبر عليه قال له طيب يا أحمد بما يسلم قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله فقال الشافع يا أحمد إن الرجل يقول ذلك يعني تارك الصلاة كسلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تارك الصلاة تقصيرا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شوف الرؤو يقول له فسكت أحمد يعني ما ردش بحجة أقوى لا لا ما عملش بقى جدال ليه؟ لأن طبعا الرسالة والسلام هو تعلم بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم يعني ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا لكن الآن حضرتك إحنا مثلا في الأزر الشريف بنخدم علوم الإسلام من 1083 سنة لما ياتي النهاردة متسلف ويحكم على عقيدة الأزريين بفساد وزغ العقيدة يعني أنت بتهد عايز تهد المنارة الكبرى في خدمة علوم الإسلام من 1083 سنة لتخلص ساحة لك للرويبضة كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله وأنا بخاطب العقلاء أقول يا جماعة يعني إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيانه المرصوص ولذلك الشيخ الشعروي عليه رضوانا لألهم يعني بالله عليك لما يجي الشيخ متسلف لمواقع زي يقوله على النت بعملي يقيم في الشيخ الشعروي وعايز يقيم أستاذنا العالم النوراني الموسوع الدكتور عالي جمعة وبيتهجم علي وحاجة غريقة بشخصة الموضوع ماسك العلماء تجريح 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 إيه اللي جاري؟ ما ننصب هؤلاء أنه هما يكونوا يعني حكم على الأئمة العظامة اللي احنا أفنين عمرنا في الأزهر الشريف خدت بالك العيال بقى الأصغر الكتائب هي بتاعت الإخوان والسلفية يقوموا يأتوا بقى بإيه ببعض الفيديوهات سواء بقى للأئمة الكبار ويمكن أنا مش من الكبار أنا يعني ما زلت طالب علم يقوموا يعملوا ابتزاء وابتصار يقول لك من شوه دول لأنه هو بيتفق أنا بقولها بصراحة خوارج الزمان من المنسوبين إلى الإسلام يقفون مع الماديين والملاحدة في خندق واحد اللي هو إيه؟ هدم السوابت والتشكيك في الرموز إحنا طول عمرنا خدنا لأن توقية آزان الفج توقية القيرة صحيح مائة في المائة لما يأتوا النهاردة دول يشكيكوا الناس في أزان الفجر ده هيعمل فوضى لما يجوا النهاردة يتهجموا على الأئمة الكبار يعني أنا مش عايزة أفتح ملف أسألنا بفهمش مسألة أن أنا أهاجم وأجرح في شخص لأنني بفهمه أنه فلان الفلاني قال رأيي أنا شايفه مش صحيح أرد على حجة بحجة بأدب وبأدب طبعا إنما أنا عايزة أقول لك بصراحة ما هي مشكلة الخوارج من أيام الإمام علي رضي الله عنه الخوارج إلى خوارج الزمان اللي إحنا فيه الآن لم يجدوا من يربيهم أو لم ينتفعوا بأداب القرآن والسنة لكن أنا بلخص أقول مسلسل الإمام الشافعي ناجح ومقبول وصحيح توقيت الفجر على توقيت القاهرة صحيح إفطار إخوتنا المواطنين في زايد والشيخ واكتوبر صحيح إن شاء الله تعالى وأختم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لن يخرجوا العلم عن الأزهر الشريف صحيح مية في المية نورتنا وشرفتنا وأفتتنا وقطعت شكا بيقين مولئنا كل شكر لي كل شكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وسادة المقارب بجماعة الأزهر تخلص الحلقة لحد كده